السلام عليكم ورحمة الله احبابي كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وهذا الفيديو هادي يلقاكم في احوال جيدة اليوم ابغيت نبارتاجي معاكم وحتى طريقة ديالي كيش هاد ميني كيش هادا علشكل باطو كيجيو صراحة فرديين كيجيو رائعين كيجيو لدد وبنان بزف بزف خليكم ان شاء الله مع الفيديو ومنسوش كيف مديمة لأول مرة كيشوف الفيديو ديالي مينساش يتابن اشتراك ويضغط على زر الاشتراك ويضغط على زر الجرس باش يبقى ديما يتوصل بالجديد وخلي ليه لايك وشي تعليق يكون زوين وغندوز المكونات هنا بالنسبة المكونات ديال العجين هاد العجين المكسر ديالي كيش غنحتاج 250 جرام الدقيق الابيض الممتاز وحد 125 جرام ديال الزبدة 250 جرام ديال الزبدة معلقة صغيرة ديال العجين المكسر 250 جرام ديال الزبدة يعني رابعة في 125 جرام ديال الزبدة عندي معلقة صغيرة ديال العطرية البسطية للحوت وعندي شوية عفوا وعندي هنا شوية زعتر سخنو وحكوه عندي شوية الملحة وعندي جوج فرماج مربع والساندويش وعندي هنا شوية الحليب سوف يكفيني باش نجمع هذا العجين هذا من نسبة العجين انا ما غنضير فيه البيض ما غنحتش البيض هذا عجين مكسر بيدون بيد سوف نضيف دقيق مع العجينة وغنضيف عليه توابيل شوية العطريات البسطية للحوت وشوية الملحة هنخليكم ان شاء الله معايا هنا غناخد واحد الإناء وغنضيفه لها نضيفه فيه الدقيق والزبدة رمله بصباعاتنا سمحوا لي هنا مشايا الفيديو وهنا راح بقيتك الرمل غير بصباعي وبالنسبة العجين راح أخذت لي غير تلاسة المعالق دي الحليب تلاسة مع القبار دي الحليب العجين هذا مخصوش شي تدلك نهائيا نجمع بالصباعات وغنضيفه هنا في تلاجة نضيفه هنا غدين ندوزه غدين ناخده واحد المقيلة غدين نديره فيها شوية زبدة وغدين ندير فيها الكروفيت من بعد ما غسلته ونقيته مزيان غدين نشحر الكروفيت في الزبدة غدين نضيف لي شوية الملحاء وشوية دلي بزار غدين نبقى ونشحره فيه البوطة ما تكونش مهيلة باش ما يتلقش لنا الماء وغدين نضيفه وغدين نضيفه باش نحضره هنا غدين نحضره لابا غايد هاد الكيش هادا او الكريمة اللي غنديره فوق من هاد الكيش بالنسبة الناس اللي ما عندهمش الكروفيت رغا يستعملوا هاد هاد صلصة هاري غادي ديش ان شاء الله زوينا هنا عدنا واحد يوغورط طبيعي ثلاثة طلبيضات الفرماج مقطع شرائح عدنا هنا الفرماج للدهن شوية البزار شوية الملحة كيف ما كتشوفو ثلاثة طلبيضات دانون طبيعي يوغورط طبيعي وعدنا الفرماج مقطع فرماجي الصندويش شوية الملحة شوية البزارة فرماجي الصندويش هنا غادي نضيفه فيه ثلاثة البيضات وغادي نضيفه فيه يوغورط طبيعي هنا كيف ما كتشوفو معاي احبابي اضفنا ثلاثة البيضات وحد يوغورط طبيعي غادي نحركم زيان بالنسبة الناس اللي ما غاديش يستعملوا لا كرين فرش راه غايديروا هاد الخلطة هادي او هاد لاباغاي هادي اه صراحة كجيل ديدة بزاف كجيل بنينة هنا غادي نضيف فرماج جيل الدهن شوية الملحة شوية البزارة وغادي نخلط كل شيء وهنا غادي ندوز نوريكم القوالب اللي غادي نستعمل فيهم هاد الكيش هادا كيف ما كتشوفو معاي هاد القوالب هادو على شكل باطو اه صارة حزوينين كيجيهم متولين وصغيرين اه هاكا يمكن لكم تحضرهم هاكا في شي بيوفي في شي حاجة في شي عرادة وترافقهم مع بسطيلة جيل الحوت او ترافقهم مع شي حوتا كبيرة هنا اياه بعد ما دلكت عفوان بعد ما صرحت العجين بالمدلك كنصرحوا العجين مدلك وكنديروها في هاد القوالب هادو كننطبعوهم وكنديرو على هاد شكل هاد القوالب هادو هاد شكل باطو وكنتقبوه بالفورشيت وهنا بعد ما وجد ليه هاد بعد ما حضرت هاد الحشوة وهديك الكريمة اللي غادي ندير كيف ما كتشوفو معاي ها حطيت واحد جهة ثلاثة أربعة كروفيتات وغادي نكبع عليهم وغادي نكبع عليهم هاد الكريمة اللي صيبت بالبيض ويوغور طبيعي والفرماج غادي نكمل هاد الشي كامل اللي عندي وغادي ندخلوا الفرن على درجة الحرارة مية وسبعين ونشعل عليهم غير من التحت يطيبو ونشعل عليهم الفوق يتحمرو صدقون يرا كي يجيوا رائعين كي يجيوا لداد بزف بزف وغادي نخليكم ان شاء الله مع شكل نهائي ديالهم وهادا حبابي هو شكل نهائي ديال هاد ميني كيش بعد ما طابوا لي كيف ما قلت لكم شعلت عليهم الفران ملت حتى طابوا لي وشعلت عليهم من الفوق باش يتحمرو صراحة كي يجيوا زوينين من الشكل ديالهم وحتى المدق ديالهم كي يجيوا رائع وصراحة خاسكم خاسكم تجربوهم را كي يجيوا لداد بزف بزف بالنسبة الناس اللي بغوا يستعملوهم في هدوك ليمون ضايرين أو ليمون مربعين را كي بقى شكل اختياري يعني اختيار ديالكم على الدوق ديالكم كل واحد وكيفاش يبغيهم انا درتهم هكا عجبوني هدوك ليمون وقلت نجربهم هكا اما بالنسبة للحشوة وبالنسبة للعجين را كي بقى نفس المكونات وما تنسوش تبارتاجوا الفيديو ديالي مع احبابكم ومع اصحابكم تخليوا لي لايك وشي تعليق سوين وشكرا بزف على الدعم ديالكم وغنزيد نشكركم كتر الى دعمتوني اكتر وبرتاجيتوا القناة ديالي وصراحة وشجعتوني كتر وكتر وشكرا لكم بزف وفيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر